لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الأمر الآخر أن اليوم وصلتني معلومات وهذه المعلومات خطيرة للغاية وتكشف عمق ما حدث للسيد الرئيس عبد المجيد تبون بلا أدنى شك أن الرئيس نقل له الفيروس من جهة ثانية أمر الثاني أن الرئاسة اتخذت احتياطات صحية لا يوجد من يستطيع المرور إلى مكتب الرئيس أو الجناح الموجود فيه مكتب الرئيس إلا بإجراء استعمال الجهاز ليكشف درجة الحرارة اتخذوا الكثير من الاحتياطات لمنع وصول الفيروس إلى رئيس الجمهوري وهذه لم يأخذوها منذ البداية ولكن أخذوها في الفطرة تقريبا حوالي شهر وهكذا حسب ما تحكي المعلومات تذكر المعلومات التي توفرت لدينا أنه يوم الاثنين اثناء شكتوبر مسؤول في رئاسة الجمهورية أخبر الديوان الرئاسة أنه قام بتحليل الكوفيد فاطلع إيجاده معناه عنده كوفيد عنده فيروس كورونا فالثلاثاء لم يخبروا الرئيس بالأمر فالمسؤول الذي أخبر مدير الديوان أو شيء من هذا القبيل المهم أخبر ديوان الرئاسة فأخبره قالوا خذ اليوم إجازة لا تأتي وسأله هل ظهرت عليك أعراض أو شيء قالوا لا ولكن أحس بنوع من تعب هكذا والإرهاق فقالوا لا تأتي اليوم الرئاسة الثلاثاء في 13 أكتوبر أعلمهم اتصل بهم مرة ثانية وأعلمهم أنه بدأت تظهر عليه أعراض الكوفيد تتمثل في بعض الحمى والغثيان وهذه الأشياء أعراض الزكام العادية في 14 أكتوبر استدعي هذا المسؤول الذي نتحفظ عن ذكر اسمه حاليا من طرف ديوان الرئاسة فحاول أن يتعلل بوضعه الصحي إلا أنهم ألحوا عليه بضرورة الحضور لأن الرئيس يحتاجه وطلبه شخصية ولكن طلبوا منه أن لا يخبر الرئيس بوضعه الصحي جيره يحتاجه في أمر خفيف ويغادر معلومات كما ذكرنا في البداية أنه هناك إجراءات تكشف درجة الحرارة معناها عندما وصل هناك المكتب هذا الأمني أمني الذي فيه بعض موضح للصحة يكشف على الشخص بالجهاز الذي يكشف الحرارة يكشف على الشخص الذي يمر رئيس وأعتقد أنه هذا نوع من التخلف يعني من المفروض أنه يعملوا إجراءات أكثر حماية من أجل حماية الرئيس فلما وصل هذا الرجل التقى مع بعض هناك اللي التقاه مسؤولين وصافحوه لا يدروا ربما لا يدروا ربما اقتربوا منه أو شيء من هذا القبيل المهم التقى مع بعضهم وبعد ذلك دخل إلى الديوان فطلبوا منه أن يذهب إلى الرئيس فتم كشف الحرارة ولكن لذا كشف عليها الحرارة قالوا لا يوجد شيء ما عندك شيء تفضل قالوا الأمور رهيم لهم حتى هذا الشخص تعجب بينه بالنفسه حتى ولا شكك بينه بالنفسه لم يكن هذا الشخص متعمد أصلا ماشي عنني أنا وياه المهم دخل عند رئيس الجمهورية وبقي حوالي نصف ساعة عند الرئيس وبعد ذلك غادر وهذا الشخص يومنا هذا مازال مريض ويعاني من الكوفيد طرى هل عندما دخل إلى الرئيس صفحه وخاصة أنه المعروف عند الرئيس تبون أنه الموظفي المسؤولين الكبار لما يجيوا يصفحهم يتكلم معهم بطريقة اجتماعية يعني ما ما يتكلم معهم مثل ما كان يفعل بوتفليقة بطريقة فوقية كرئيس الجمهورية أو شيء كتبون كما يحكوا الناس المقربين منه أنه يسلم عليهم يحكي معهم بطريقة تواضع كبير كأنه واحد منهم يعني ما ربما صفحهه ربما شيء آخر ربما حدث شيء آخر لا يدري إذن بعدها غادر كان يوم 14 بعد ثلاثة أيام بدأت تظهر أعراض الكوفيد على الرئيس السؤال المطروح هو أنه هناك تم فتح تحقيق بعد إصابة الرئيس للأمن الرئاسي الجهات المختصة في رئاسة الجمهورية فتحت تحقيق فتحت تحقيق واللحظة هذه تكتمت على تفاصيل هذا التحقيق هل وصلت إلى أن هذا الشخص المصاب بالكوفيد هو الذي أوصله هل هناك جهة معينة تعمدت أن تأتي بهذا الشخص حتى يصل للرئيس بالأجل أن ينقل إليه هذا الكوفيد هذا الفيروس أو شيء هذا القبيل هل كلها علامات استفهام ما زالت مطروحة الجهة التي أعطتنا هذه المعلومات اكتفت بما قدمناه لكن التساؤلات بقيت مطروحة نحن أنا شخصيا لا نستطيع أن أتهم أي طرف أن هناك تعمد أو أن هناك جهة معينة عراضة إصال هذا الفيروس للرئيس ربما كانت تستطيع بوسائل أخرى أيضا ولكن في رأيي أن هذه النقطة لهذه اللحظة أولا أن التحقيقات التي فتحت لم تكشف عن المعلومات ولا الرئيس يدري الآخر لحظة من أين جاءه الكوفيد ولا أخبروا الرئيس بأن الشخص المسؤول الذي دخل عليه على الأقل ما بعد قالوا له أخذ احتياطات لم يخبروه بشيء إذن تبقى علامة الاستفهام كبيرة جدا تتحدث على احتمال وجود نية لدى جهة معينة في رئاسة الجمهورية تعمدت نقل فيروس كورونا إلى الرئيس عبد المجيد تبو لذلك بعدها حدث بعض التخبط كما رأيتم في المعلومات أن الرئيس دخل في حجر طوعي بعد ذلك حجر صحي طوعي وبعد ذلك قالوا بأن الرئيس نقل ألماني خرج من الوزارة الأولى معلومة وبعد ذلك حذفوا تعمل الوزارة الأولى رجعوها البيان تعريق أسل الجمهورية حدث تخبط كبير لأنهم لم يحسبوا أي حساب ولكن الشيء المؤكد أن هذه هي القصة التي وصل بها فيروس كورونا إلى الرئيس إيس أنا شخصيا لا أستطيع أن أتهم هذا للتصل لكن إخفاء معلومة مثل هذه عن شخص مسؤول في الرئاسة طلبه الرئيس ولم يخبر الرئيس أنه مصاب بالكوفيد وأخبره هو أن لا يخبر الرئيس هذه كلها علامات استفاة تقتضي التحقيق الشفاف لأن في هذه الحالة انتبتت أن هذا الشخص هو الذي نقل الفيروس لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون فمعناه أن هناك نية في نقل هذا الفيروس للرئيس والجهات التي تعمدت هذا الأمر تدرك تماماً أن الرئيس لديه سكر عنده داء السكري يشرف لكمبريمي أمر آخر عنده مشكلة في الرئتين التنفس بسبب التدخيل أيضاً آخر معلومة أخرى تقول أنه ممكن عنده شوي مشكلة في الكلا طبعاً نحن نعلم أن المصاب بالسكري قد يصاب أيضاً بمرض في الكليتين أو شيء من هذا القبيل معناها أن الأمر فيها إنا وأخواته لن أضيف على هذا ولن أسترسل في مناقشة هذا الموضوع هذه المعلومات التي وصلتني وأنا بصدد البحث عن معلومات أكثر تفاصيل وأكثر دقة وأكثر شرح حتى نعرف أن يعتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وفي العموم في الأخير أقول أتمنى لرئيس الجمهورية أن يتعافى أتمنى أن نبير رئاسة الجمهورية صحيح وأن الرئيس يتعافى تدريجياً كما قالت إن شاء الله يعود إلى الجزائر وإن شاء الله تنكشف هذه الغمة وتنكشف تفاصيلها والرئيس يراجع محيطه ويراجع الكثير من القرارات التي اتخذها وعدم الإحتياطات أيضاً التي كانت هي المهيمنة والمسيطرة على مجريات الأمور داخل رئاسة الجمهورية شكراً لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله